بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة تهدف إلى التعريف بأهمية الاعتماد الدولي والتصنيفات الدولية من خلال استقدام خبراء مصريين ودوليين لعقد حوار مع مؤسسات التعليم العالي في مصر عن كيفية تحقيق الاعتماد الدولي وتحسين التصنيف الدولي مع عرض فوائد وتكاليف كل منهما أي واحد بيقدم لجامعة طالب أو أسرة بتخش دلوقتي بسهولة جدا تشوف الجامعة دي متصنفة فينا على مستوى العالم فيها جزء سياسي فيها جزء إعلامي مهم جدا وبالتالي إحنا كوزارة تعليم عالي ركزنا في ملف التصنيفات العالمية اللي هو يعني واخد attention في الميديا وعلى مستوى العالم وقلنا طيب خلينا نشتغل على الملف ده بشكل مؤسسي ومن 2016 للنهاردة شكلنا لجان في كل الجامعات وليجنا في الوزارة جبنا خبراء من العالم يجوا يدربونا سفرنا ناس من عندنا من كل الجامعات زي هولندا علشان يغضوا ترينيج في هذا المجال وشوفنا كان عندنا مثلا في 2016 سنة 2003 جامعات بس مصنفة النهاردة عندنا فوق 20 جامعة مصنفة في أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم حضر الندوة ممثلون عن الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدأت الندوة بجلسة افتتاحية بعنواني لاعتماد الدولي وأخرى بعنواني التصفيات الدولية تحدث فيها خبراء محليون ودوليون من لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي وكيو اس والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتايمز هاير ايديوكيشن واي بي اي تي واي اي سي اس بي إنه يوم مميز في الجامعة الأمريكية ومرة أخرى نعقد ندوة دولية تلقي الضوء على المعايير للتعليم على المستوى الدولي والمحلي وهناك مرحلتين المرحلة الأولى هي وضع المعايير أما المرحلة الثانية فيها تأكد على أننا كمؤسسة نتبع هذه المعايير ندوة النهاردة بتتكلم عن ايه هو التقييم ايه هو التصنيف ايه الفرق بينهم ازاي نوصل لهم وجايبين خبراء من الارنكينج ايجنسيز العالمية ومن الاكرادينج بوديز العالمية عشان يشرحوا الكلام ده للجامعات المصرية واللينا عشان كلنا نبقى عارفين اي ده و اي ده امتى نبص لده و نستعملوا امتى نبص لده و نستعملوا الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي الجامعة الوحيدة في مصر الحاصلة على اعتماد لجنة الدول المتوسطة للتعليم العالي من الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا الجامعة الأولى في مصر المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ولا شك في أن تلك الندوات تسهم في تطوير التعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص أيا الأب نودي MBC مصر